السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من one hour networking موضوعنا هاي المرة احنا منعرف يعني طبعا انه في عنا الشبكة بتتكون معدد كبير من الاجهزة مرتبطة مع بعض في عنا الراوترز اللي همه يعني الموجهات موجهات للترافك وفي عنا السويتش او اللي همه يعني عبارة عن ملتي بورت بريجز والبرج هو اللي بيعمل بريجينج يعني بيعمل جسور ما بين اجزاء الشبكة المختلفة فالسويتش يعني بيعطينا اتصال بشكل كبير لانه بيحتوي عدد كبير من الانترفيس على كل انترفيس بنوصل جهاز اللي احنا بدنا اياه في عنا طبعا اللي هي زي ما احنا شايفين هاي الصورة اللي هي معتمدة مثلا من شركات النتوركينج اللي بيصالنه النتوركينج اللي هي لاير يعني ملتي لاير لان ديزاين او كامبوس لان ديزاين اللي هو في عندك الباكبون طبعا الباكبون بيكونوا غالبا لير ثري سويتشز بيكون الباندوث تبعهم كبير ويعني بيكونوا الافيشنسي تبعهم يعني كفاءتهم عالية جدا الديستريبيوشن سويتشز بيكونوا اقل منهم شوي كفاءة ممكن يكونوا من نفس النوعية لكن الهدف منهم اللي هي عملية الريدندنسي يعني الريدندنسي اللي هي بالعربي يعني الاسهاب ولما تسهب في شيء يعني انت اكثرت منه فانا علشان اضمن كفاءة الشبكة وعدم انقطاع الاتصال في حال فقدان واحد من اللينكس فانا بقوم بالعملية التارية بوصل مثلا لهذا السويتش او لهذا السويتش في اي الحالة اذا انقطع احد اللينكس بنتقل البيانات عن طريق اللينك الاخر لكن المشكلة الرئيسية اللي صارت عنا هون انه صار في شيء اسمه الدائرة او اللوب اللوب بتصير يعني هون شايفين احنا في عنا اثنين لينكس لو فرضا عنا هون جهاز معين متصل بهذا السويتش ارسل بيانات البيانات راح تنتقل عبر اللينك هاد مثلا بعدين تنتقل بعدين راح ترجع لنفس السويتش اه الان صارت المشكلة انه احنا منعرف انه السويتش تتعامل مع فريمز او ما بتستطيع انها تنظر الى اللاير ثري اللي هي الاي بي هيدر مش يعني مثل الراوتر الراوتر بتفرج على الاي بي هيدر بعرف انه الشيء الو ولا مش الو فاذا ارسلت الو اشي يعني اذا تم ارسال باكت اه يعني باكت عليها هيدر مش مخصص لهذا الراوتر مباشرة بيعملها دروب برميها وبتخلص منها لكن السويتش هو بتعامل مع فريمز فاذا يعني المشكلة بتصير في ثلاث حالات اول شيء يكون عندك براوتكاست يعني انا شغال هنا على جهاز معين ارسلت براوتكاست استقبلوا هذا السويتش السويتش هاد مباشرة بعمل فلادينج يعني بعمل غراق او بعمل بعض بجميع الاتجاهات عن طريق اللينك هاد واللينك هاد اللي بتصير انه نفس البيانات ترد تلف وترجع لنفس السويتش لانه مش زي الراوتر الراوتر في هاي الحالة يعني براوتكاست والمالتيكاست والكذا في مرات بيكون بتعامل معها عن طريق التل تايم توليذ بنقص منها واحد وهكذا في حالة المالتيكاست اذا ما في حدا بالشبكة طالب مالتيكاست مباشرة بحجو بالمالتيكاست عن الشبكة الراوتر اذا مثلا استقبل بيانات ما بتختص بشبكته يعني يونيكاست فبهاي الحالة بعملها اضرب مباشرة هنا اجا الحل عن طريق نظرية موجودة عندنا هي نظرية رياضية اللي هي سباننج تري بروتوكول السباننج تري بروتوكول النظرية ما الها دخل اصلا بالنتورك وما الها دخل اصلا في مجال الشبكات بشكل عام لكنها حلت مشكلة بحيث اني انا بحدد روت يعني جذر لهاي الشبكة مثل الشجرة يعني في عنا جذر بعدين في عنا جذع جذر جذع ساق افرع اغصان اوراق بهاي الحالة لما الاوراق بدها شيء يعني مثل الغذاء مثل المياه وكذا بتتصل مع كذا بعدين بنقله للساق للجذع للجذور وبتم نقل الشيء يعني للاصل بوصل وبهي الحالة احنا ما بدك تصير هنا مشاكل لانه في هنا مصدر واحد بعد ما نحدد هذا المصدر كل سويتش بالشبكة بيشغل اسباننج تري بروتوكول وبشوف ما هو افضل طريق لحتى ما اوصل اتواصل يعني مع هاي الروت بريج يعني المسؤول عن الشبكة الان هاي العملية كلها تبتم عن طريق شيء اسمه بريج بروتوكول داتا يونت بروتوكول عادي مش احنا في هنا بين الراوتر اللي هو الاي بي انترنت بروتوكول ونفس الشيء للسويتش بتتعامل مع بعض وبتحل مشاكلها بين بعض عن طريق بريج بروتوكول داتا يونت الان مين اللي لازم يكون الروت؟ الروت بيتم تحديده عن طريق اول شيء كل سويتش بالشبكة رح يحكي انا الروت ويبعث بريج بروتوكول داتا يونت ويحط انه اه ما اتوقع السلايد هذا هون اه تمام اه لو نظرنا اه اه هاي اه وقلنا نظرة على يعني البرج بروتوكول داتا يونت هاي اه الصورة بتوضح لنا اه اجزاء وعناصر اه يعني هذا الفريم اه هذا الفريم فيه اه طبعا فيه اشياء كثير هون لكن احنا بهمنا من اجزاء البرج بروتوكول داتا يونت اللي هو التالي اللي هم الاتنين بايت برايوريتي زائل ستة بايت ماك ادرس نفس الشي هون يعني انا بعطيك الاولوية وبنفس الوقت مرافق الها الماك ادرس اللي هي ميديا اكسس كونترول خاص بالسويتش هاي في حالة الروت اول شيء او اول شيء او اول شيء لما تشتغل بيكون الروت اي دي تساوي البرج اي دي بتم تبادل بريج بروتوكول داتا يونت عن طريق الاولوية اللي هي برايوريتي وعن طريق اذا تساوت الاولوية مع بعض بننزل يعني درجة اقل بنصير انقارن الماك ادرسز بعد ما نقارن الماك ادرس اللي اقل الماك ادرس يعني الالو اول شيء هنا كمان حتى البرج اذا اله اولوية اقل يعني مش اكثر اذا اولويته اقل بيكون هو الروت بريج في حال تساوت يعني الاثنين كانوا نفس القيمة اللي اقل الماك ادرس قيمته بيكون هو الروت بريج اه 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 بعد ما يتم تحديد الروت بريج طبعا بيبعثوا الهاي اه بيصير فقط الروت بيحول كل البورت اللي عنده لعملية الفوروردينج يعني بيصير يعني اه بيحطهم كلاتهم فوروردينج يعني انه اللينك ستبعونه شغلات وبنفس الوقت بيحدد بيحكي لهم انه كل البورت تبعاتي هم ديسيجناتد بورتز ديسيجناتد بورتز يعني ليش ديسيجناتد يعني انا بحكي لك انه هدول البورتز هم اللي بوصلوك للروت طبعا لانه هو اصلا للروت فاكيده رح حط كل البورتز تبعاته فوروردينج وديسيجناتد بورتز بالنسبة لسويتش اي وسويتش بي رح يحددوا اللينكس تبعونهم اللي هم رح يصيروا روت بورت يعني هدول اللينكس بودونا للروت تمام الان بيتم الاختلاف ما بين سويتش اي وسويتش بي على موضوع الميني يعني يغلق من عنده البورت تبعه علشان هو اقل بريج يعني بريتش اي دي عن طريق يعني احنا شايفين هنا مثلا ليش هاو صارる neuter لانه الماك ادرس تبعو نفس البريرتي هون هون يعني الاولوية نفس الشي لكن هنا عنا الماك ادرس او 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 فبهاي الحالة احنا شايفين هون عندنا 2 فاخر شيء طبعا الاختلاف 1 و 1 يعني ال 1 هون وال 2 وال 3 فهي اقل الشيء اللي هي ال 1 معناته هو ال root المسؤول الثاني رح يصير عندنا ال switch A معناته switch B هو يلي رح يعمل blocking للبورد تابعه هون كمان يعني عندك مجموعة من التصاميم للانز ليش لانه انا لما بدي ابني شبكة طبعا بالنسبة لها تكلفة ما بين ال switch والراوتر طبعا الراوتر رح يكون اضعاف سير ال switch ليش لانه فيه عدد كبير من الادوات وال functions اللي بتخليه قادر على يعني انجاز عمليات اكثر يعني هو الhardware تابعه يعني المعدات تابعته اغلى من ال switch فانت لما بتصمم شبكة بهمك تحط فيها اقل عدد من الراوترز واكبر عدد من ال switch يعني مثلا هون اخر شكل للشبكة كانت اللي هي بهذا الشكل يعني انت بدك تتخيل انه مثلا كان في عندك كمان هنا لينك بس بعد ما يعني تم عمل سبانك تري بروتوكول اختفت هذول اللينكس فبيصفي عندك فقط طريق واحد في حال انقطع الطريق بتم يعني ارجاع عملية سبانك تري بروتوكول وبتم تبادل بريتج بروتوكول بريتج بروتوكول بريتج بروتوكول بريتج بروتوكول data unit فبيتم يعني تحديد طريق اخر ولازم يكون في طريق وحيد للروت وما يكون فيه اي عملية يعني دوائر او لوبس داخل الشبكة هيك يعني احنا بنكون يعني غطينا يعني VLAN Switching من ناحية النظرية وتكلمنا عن ناحية النظرية تابعت الفيديوهات القادمة راح فقط نعمل اعدادات للسويتش علشان عدد من الادوات اللي بنستخدمها او التطويرات او تحسينات على سبانج تري بروتوكول طبعا انت بتستطيع انك مثلا تفتح الكتاب المعين اللي انت بتستخدمه علشان تدرس الشبكات او اللي هي يعني اذا كنت حتى يعني ممكن تكون تدرس لجونيبار لسيسكو لأتشبي يعني اي فندر انت بتختاره فمثلا تفتح كتاب مثلا CCNA وبتدخل على لانسويتش بعدها بتدخل على سبانج تري بروتوكول بيكون عندك عدد من الامور مثل بورت فاست مثلا اثر شنال كيف تعمل اثر شنال يعني تحسن هذه الامور واللي هي برج بروتوكول قارد البي بي ديو قارد والا اخر من هذه الامور فانت اذا مثلا وانت قعد تدرس بتقدر تشوف الفيديو الخاص بالموضوع تبعك مثلا كيف اعمل اثر شنال باستخدام الباك بي او الاسي بي وهذه الامور شكرا استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا